السلام عليكم اليوم كنت عم بمر على مجموعة من الأسئلة اللي وردتنا على كوميونيتي قناة اليوتيوب ومنحضر مواضيع للفيديوهات القادمة ولفت انتباهي أنه في عدد كبير من الأسئلة أمتيجي على موضوع الشخصية والثقة بالنفس وخصوصا في المواقف الاجتماعية وحقيقة حبيت أسجل هذا الفيديو عشان أشارك معك جزئية يمكن معظم الناس ما بينتبهولها مشاكلنا في الحياة معظمها سواء مشاكل العمل، مشاكل المال، مشاكل اجتماعية معظم مشاكلنا في الحياة سببها هو سوء ترتيب الأولويات أو بالأحرى يمكن حتى عدم معرفة الأولويات لما أنت ما تكون عارف ما هي أولوياتك بناء على هدفك ورسالتك هذا هيخلق عندك مشاكل كبيرة لأنه أنت عم تعطي وقت وانتباه لأشياء هي ليست في أولوياتك أو ما بتخدم هدفك ورسالتك ما تستغرب لو قلتلك أنه أهم وأكبر سبب من أسباب مشاكلنا الاجتماعية هو موضوع ترتيب الأولويات كذلك إحنا منعطي أولوية لرأي الآخرين ونظرتهم إلنا أكبر من الأولوية اللي منعطيها لأنفسنا وهذا بيسبب مشاكل كبيرة جدا 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 في حياتنا لما تكون أنت شايف رأي الناس فيك أهم منك أنت بحد ذاتك لما تكون عم تنتظر إيش هيحكوا عني أو خايف تعمل شيء في حياتك مشروع جديدك تعمله حتى تغير اللوك تبعك خايف تستنى إيش هيقولوا عني الناس هاي العبارة يا الله قديش بسمعها إيش هيقولوا عني الناس أو إحنا للأسف كأهل ومربيين وآباء وأمهات نغرسها في أطفالنا ولك إيش هيقولوا عنك الناس إيش هيقولوا عننا الناس دائما محور المركزية تبعنا هو مش الله سبحانه وتعالى ومش قيمنا وأخلاقنا ومش أنه إحنا عم نعمل شيء بيرضي رب العالمين ما بيخالف قانون وشيء إحنا حابينه لا لا محور الأولوية عند معظم الناس وهذا خطأ للأسف هو الآخرين فأنا ما عم بشوف حالي إلا من عيون الناس ونظرتهم إلي وهذا الشيء بيخلينا دائما متوترين دائما مرتبكين دائما في ثقة ضعيفة أو في ضعف ثقة بأنفسنا لأنه عم نستنى دائما إحنا حياتنا هي رد فعل على إيش الناس حكوا وكيف تطلعوا لي ونظرة الآخرين إلي اتخيل السيناريو التالي تخيل لو أنت حتعيش حياتك من اليوم بنظرتك أنت لنفسك تخيل لو رأي الناس مش شيء هو موجود لكن مش شيء في حيز إدراكك وتفكيرك رأي أي شخص يعبر عنه رأي أي شخص هو مشكلته هو مش مشكلتك إنت لما تمشي في شارع ويشوفوك مئة شخص هذول المئة شخص حيكون لهم مئة رأي فيك كل شخص حيكون له رأي فيك فهل أنت توقف حياتك كلها عشان رأي الآخرين الإجابة للناجح أكيد لا رأي الناس ما بهم ليش الناس اللي بيحبوك رح يحبو لك الأفضل وما حيستنوا تبرر أنت إيش بتعمل وليش عملت هيك وليش ما عملت هيك الناس اللي ما بيحبوك ما حيصدقوك ومهما بررت ومهما حاولت ما حترضيهم لأنهم ما بدهم يشوفوك أفضل منهم مش بالضرورة لأنهم سيئين ولكن لأنهم شوي كسولين ما بدهم يطلعوا من منطقة الارتياح ويتعبوا شوي على حالهم عشان يحققوا أهدافهم فطريقتهم للرضا عن ذاتهم هي بإحباط الآخرين فما تلوم الناس عشان إحنا دايما لما نحكي رأي الناس ورأي الناس ممكن شخص يفهم هذا الكلام خطأ ويكون عدواني تجاه الآخرين لا يا صديقي العالم اللي حولك لا يتمحور حولك أنت كل واحد عنده همومه وشايف حاله ومركز الكون وبالشان بحاله وبحياته وبمشاكله الناس ما عم بيفكروا فيك بالقدر والطريقة اللي أنت بتتوقعها ولذلك إذا بدك تكون ناجح في حياتك إذا بدك تكون متميز إذا بدك توصل لهدفك مهما كان هذا الهدف وشو ما كان مجالك في الحياة أو شو ما كان عمرك وجنسك إذا بدك تكون إنسان ناجح لازم يكون رأيك في نفسك أهم من رأي الآخرين فيك لازم تكون نظرتك لنفسك أهم من إيش الناس هيحكوا عني من يوم وطالع ما تسأل وتقول إيش هيقولوا الناس وتكون هذه هي الشماعة التي نعلق عليها عدم الإنجاز من يوم وطالع أسأل حالك إيش أنا بدي وإيش أنا بيخليني سعيد هاي مش أنانية لما تعيش حياتك بمركزيتك أنت لذاتك مش أنانية واتذكر مثال الطيارة لما نطلع في الطيارة ويعطونا إرشادات السلامة بيقولك في حال تدني مستوى الأكسجين في المقصورة ونزول الأقنعة ضع قناعك أولا قبل أن تساعد الآخرين لأنه لو أنت ما أنقذت نفسك لو ما حطيت القناع هذا قناع الأكسجين لنفسك حتى لو أنت بتحب الخير وابنك جنبك بدك تحط له القناع لو أنت ما ساعدت نفسك أولا وهلكت سيهلك من جنبك أو سيهلك الناس من حولك أنت أولا مش لأنك أناني مش لأنك ما بتحب الخير للغير أنت أولا لأنه لو أنت ما وضعت نفسك أولوية في حياتك ما حتغيرك حيحطك أولوية في حياته شكرا لمتابعتك يا صديقي واتمنى تكون هذه الحلقة عجبتك يمكن هذا الستايل من الفيديوهات التحفيزية الهادئة اللي فيها شوية أفكار هيك تترسخ بهدوء في عقلك لتغير حياتك نحو الأفضل حبيت أسجل هذه الأفكار بعفوية وإن شاء الله أنها تكون وصلت وعجبتك لو عجبك هذا الموضوع عجبتك هذه الحلقة شاركها مع صديق بهمك أمره ولو مهتم بتطوير نفسك أكثر في عنا دورة مميزة جدا الآن على موقع أكاديمية سائد يونس رح أترك لك الرابط بتلاقي في بايو حسابي في إنستجرام لو أنت بتتابع هذا الفيديو على إنستجرام وبتلاقي أيضا في وصف الحساب بأي مكان أنت بتتابع هذا الفيديو عليه حتى تكون معنا في هذه الدورة التدريبية المميزة وألقاك في الحلقة القادمة السلام عليكم سائد يونس فكرت بي اللي صار معي اليوم ووجدت أربع عبر أربع دروس مستفادة من الموقف اللي صار هذا فيك تعتبره فيديو تحفيزي هادئ مش فيديو في صخب كبير ولكن أربع أفكار ممكن فعلا تغير حياتك لما تفكر فيها السلام عليكم معك سائد يونس يمكن بصور هذا الفيديو بوقت أبكر من الوقت اللي أنا متعود عليه وبصراحة اليوم صحيت منزعج كان في صوت إزعاج كبير عميجي من نافذة تغرفة نومي بسبب أعمال إنشاءات موجودة جنب بيتي وصحيت مزعوج منها ولكن بعد ما صحيت ومعرفت أرجاع أنام حسيت بشعور مختلف تماما تحول إنزعاجي إلى راحة وسعادة وأصرار أنه اليوم أنا حاب أعمال كثير أشياء لازم يكون يومي منجز فخلاصة الكلام خرجت من السرير وقررت إني أسجل هذا الفيديو طبعا مشروب المتة الصباحي بدنا نتناول اليوم بدل القهوة وهذا كان من قراراتي إذا أنت بتحب نحكي عنه لاحقا ممكن نخصص حلقة نحكي عنه عن فوائده قرأ عن فوائد المتة وليش الرياضيين تحديدا في كرة القدم بيختاروا أنهم يشربوا هذا المشروب بدل القهوة والشاي حبيت أحكي معك هذا الفيديو بدون مقدمات أو بدون تحضير مسبق أحيانا إحنا الأفكار محتاجينها تترسخ هيك في عقلنا تدريجيا بهدوء حتى تحدث التغيير الحقيقي فأجيب مشروبك الدافئ المفضل وخلينا نبلش رحلتنا في فيديو اليوم الفكرة التحفيزية الهادئة الأولى لحلقة اليوم هي أن أدعوك لتنظر دائما للنعمة المتخفية داخل النقمة أو ترجمة نانسي قنقر